هكذا وقت طلاب مدرسة العوشة في مدرية نصاب أنفسهم بعد أن دمرت قارات طياران تحالف العربي مدرستهم التي حولت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى ثكنة عسكرية فهذه المدرسة كانت من ضمن المشآت التي تمركزت فيها الميليشيا أثناء اجتياحها لمحافظة شبوه فكانت هذه النتيجة دمار ضال معظم الفصول الدراسية كما شمل الدمار أيضا ملحقات أخرى منها سكن المعلمين ومكتب إدارة المدرسة ولم يعد من المبنى عدى ثلاثة فصول علىه وشك الانهيار والله يجلسين داخل يعني في وضع متوتر لأنه سراحة نصف منهار يعني يخرج من الحيار مع الجدرة هذه بعض الحيار الصورة هنا تقني عن البيان فهذا ما تبقى من مطبخ سكن المعلمين الذي تحول اليوم إلى مكتب لإدارة المدرسة بينما انتقل معظم الطلاب للدراسة في الخيام التي وفرتها المنظمات ووفق الإمكانية المتاحة يواصل الكادر التعليمي عمل هذه المدرسة كما تعلمون فيها كثافة طلابية لأنها في المنطقة هي المدرسة الوحيدة التي تضم من صف الأول الابتداء إلى الصف الثاني ثانوي فترتين فترة صباحية وفترة مسائية وعدد الطلاب لا يقل عن 450 إلى 500 طالب في هذه المدرسة لا يبدو التحصيل العلمي في هذه الخيام بالنسبة لضلاب مدرسة العوشة مثمرا فكما تبدو معرضة لكل ما يصرفه عن الدروس فبالإضافة إلى نقص الكادر التعليمي والمناهج الدراسية من الطبيعي في زمن الميليشيا انتظاف تبعات الحرب وما خلفته من مأساة إلى معاناة هؤلاء الطلاب هكذا هي نتائج الحرب وهذه بعض من آثارها وكلما ظل أمدها وقابة الدولة تضعفت المعاناة كما هو الحال بالنسبة لضلاب هذه المدرسة إبراهيم حيدرة لقناة بلغيس من مديرية نصاب شبو اشتركوا في القناة